في احتفالية بمحافظة الأقصر تم افتتاح لائحة ملوك الكارنك واللي بتضاهي قائمة ملوك الكارنك الشهيرة الموجودة في متحف اللوفر في باريس لائحة ملوك الكارنك هي عبارة عن لائحة منقوش فيها أو على جدرانها تحديدا في معبد أمون أسماء الملوك الفرعنة اللي حكموا مصر منذ عهد الأسرة الأولى تعالوا نتعرف أكثر عن هذه اللائحة وما تضم من أسماء وأعمال الترميم أيضا اللي تمت لها في هذا التقرير منطقة معابد الكارنك بمحافظة الأقصر شهدت افتتاح لائحة ملوك الكارنك التي تضاهي قائمة ملوك الكارنك الشهيرة المتواجدة في متحف اللوفر في باريس وذلك عقب الانتهاء من أعمال الصيانة والترميمات لها خلال الفترة الماضية وتساهم عملية إعادة تركيب هذا المستنسخ من القائمة بشكل كبير في تعريف زائري معابد الكارنك بالتاريخ المصري القديم والحضارة المصرية العريقة وأسماء ملوكها العظماء وبعد الافتتاح رسميا توافد السياح واستقبلت معابد الكارنك أول فوج سياحي أمريكي لزيارة مستنسخ لقائمة ملوك الكارنك ولائحة ملوك الكارنك هي عبارة عن قائمة منقوشة على جدران معبد آمون وتتضمن أسماء الفراعنة الذين حكموا مصر منذ عهد الأسرة الأولى كما تجتمل أيضا على ظهور الملك تحتمس الثالث وهو يقدم قارابين على أرواح واحد وستين ملكا